اشتركوا في القناة نيجيريا والمغرب يعد احد المشاريع الاكثر طموحا وقال ميلي نونبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يعد احد المشاريع الاكثر طموحا لدينا والذي سيكلف ازيد من 25 مليار دولار ولكن الاهم من ذلك انه سيربط احد عشر بلدا في غرب افريقيا بمصادرنا من الغاز وبعد ان ابرز اهمية هذا المشروع الدخم اكد الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية انه من شأن هذا المشروع تحقيق الازدهار حول نيجيريا واضاف سنحقق علوة على الازدهار حول نيجيريا لامن حولنا ونضمن سوقا لكمية هائلة من الغاز نتوفر عليها مشيرا الى ان هذا الغاز سيجد طريقه الى اوروبا اكد وزير صناعة والتجارة رياد مزور بمجلس المستشارين ان المستوى المرموق الذي بلغته منظومة الصناعة او صناعة السيارات بالمغرب هو نتيجة رؤية شمولية وتتبع دائما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وستراتيجيات متكاملة تمت بلورتها على مدى عقدين وابرز صيد مزور ان هذه الرؤية الملكية حاملة لابعاد متعددة تتمثل في طموح نحو مغرب مزدهر متيح للفرص والعمل اللائق والذي يستجيب لطموحات المواطنين كما ترتكز على مقاومات اساسية تتمثل في الامن والاستقرار الذي تنعم به المملكة والانفتاح على الاستثمار الخارجي وتوفير البنيات التحتية ذات القدرات اللوجستية والطاقية الكبيرة وكذا الوعاء العقاري اللازم للانشطة الصناعية والكفاءات الصناعية المغربية المتفوق على المستوى العالمي وقع المكتب الوطني لاستكاك الحديدية وشركة الوطنية لاستكاك الحديدية بألمانيا اتفاقية شركة ترمي لتعزيز تعاونهما في عدة مجالات تتصل بقطاع النقل السكاكي وترمو الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى المدير العام للمكتب ومديره والشؤون الدولية بشركة الألمانية تهدف لتطوير البنية التحتية من خلال تحصين أداء وقدرات التجهيزات السكاكية المغربية عبر إنشاء خطوط جديدة للنقل الحضري والجهوي وذي المسافات الطويلة بما في ذلك النقل السكاك فائق الصرعة كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير حلول للتنقل المستدام الذي يحترم البيئة وتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية ارتفع تسعار النفط اليوم بعد أن ظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية إلى جانب تزايد التكاهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبيك بلاس بعد تحذير وجهه وزير وطاق السعودي للمضاربين هذا وسعدت العقود الأجلة لخام برينت ب88 سنة إلى 77 دولار للبرميل فاصل 72 في مزة دخام غرب تيكساس الوسيطة الأمريكي ب98 سنة إلى 73 دولار للبرميل فاصل 89 نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله